هل السنة الرواتب تسقط في السفر؟ نعم السنة الرواتب تسقط في السفر ما عدا سنة الفجر فسنة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها لا يدعها لا سفرا ولا حضرا وأما غيرها من السنة الرواتب وهي سنة الظهر القبلية والسنة الظهر البعدية والسنة الرواتبة بعد صلاة المغرب والسنة الرواتبة بعد صلاة العشاء فهذه السنة تركها في السفر فجميع السنة الرواتب السنة تركها في السفر ما عدا سنة الفجر